يبدو رئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن من المقرر أن تشهد توقيع اتفاقيات في مجال التسليح والتعاون العسكري والأمني تأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرو وتشمل أيضا مباحثات بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وتسير الزيارة جدلا بسبب الانتقادات الواسعة التي يوجهها ناشطون مصريون لسجل نظام حكم الرئيس المصري في مجال حقوق الإنسان واتهامهم له بالمسئولية عن أعمال عنف وقمع تعرض لها مدنيون مصريون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي ودعت منظمات حقوقية لتنظيم تظاهرات أمام مقار مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الخارجية في لندن احتجاجا على الزيارة